موسيقى مساء الخير فيتالي تشوركين صوته يساوي العالم لن يضاهي رجل روسيا في الأمم المتحدة اليوم أي صوت آخر هو باتريوت مجلس الأمن والفيتو العابر للقرار الغربي العربي بلاده اسمها لا وقد كررتها اليوم وبالأمس وما على تشوركين إلا التنفيذ معركة أممية على سوريا تندلع بدءا من العاشرة مساء بتوقيت بيروت في جلسة يحضرها وزراء خارجية أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ويتقدمها مشروع قرار يقضي بتنحي الرئيس بشار الأسد قرار تصفه بيئته الحاضنة له سياسيا بأنه انتقال ديمقراطي للسلطة وترى فيه روسيا مشروع حرب أهلية مؤكدة مؤكدة رفضها له ولأي تدخل عسكري في المقابل وتتعامل موسكو بالمثل مع الدول الراعية للقرار تحت شعار إذا أردتم وقف تزويد سوريا بالأسلحة فأوقفوا تهريب الأسلحة إلى المنشقين ليل الجلسة حفل بإغراءات قدمتها واشنطن والمعارضة الغليونية إلى روسيا فخففت سوزن رايس وطأت القرار وقالت إنه لا ينطوي على تدخل عسكري فيما أعطى رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهانا على ضمان الأسطول الروسي في المياه السورية إذا ما تسلم السلطة لم تشتري روسيا سمكا في بحر وإذا ما أراد الكرملن عقد الصفقات فإنه يبرمها مع الأمريكي الأصيل مباشرة ولي يبيعها لتاجر أو مارق سياسي وفي حسابات الكبار تضيع الدول الصغيرة والضعيفة فكيف بالرجال الذين لا يلون إلا على حقيبة مالية دون الحقيبة السياسية بعد لا يعرف حتى الآن أي ثمن سيؤدي بروسيا إلى تغيير موقفها لكنها وقبل افتتاح الجلسة بساعات كانت الصوت الصارخة بالرفض وعلى صوتها تتكئ الصين والهند وجنوب أفريقيا المعارضة السورية نظمت قبيل الجلسة حركة احتجاج أمام مقر الأمم المتحدة فيما ينتظر أن يعقد رئيس اللجنة العربية رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم مؤتمرا صحفيا عند منتصف الليل بتوقيت بيروت لكن بيروت تسير على توقيت مغاير وتتحكم فيها داتا سياسية قلبت إدارة التحكم في الأزمات وفرضت نفسها عنوانا على جلسة مجلس الوزراء وارتفعت إلى الطبقة الثامنة في العدلية الجلسة مددت عقدي الخلوي مع ألفا وأمتي سي لكن عسى أن يكون الوزراء قد أدركوا على ماذا وافقوا هذه المرة لسيما بعد كشف معلومات عن قرارات مررت من دون علمهم في جلسات سابقة تتعلق بإغافة النازحين من سوريا إلى شمال لبنان وفيما على المجلس تقرير مصير داتا المعلومات فأن لجنة الاتصالات أعادت القضية إلى طابقها الشرعي تطبيقا للقانون 140 المنظم آلية اعتراض المخابرات الذي يحصر عملية الحصول على المعلومات في مركز تحكم قانوني كلف الدولة 20 مليون دولار ويشرف عليه ضابط من قوى الأمن فلماذا الالتفاف وطلب الداتا من وزارة الاتصالات عشوائيا وغب الطلب وكشف داتا كل الناس